لو عايزة الشفاط بتاعكي بقى زي الفل بالشكل دوت او الفلاتر او الالموتال بتاعت الشبابيك طبعا انتوا عارفيني الشبابيك المطابقة تبقى كلها دهون عادية تبقى زي الفل بالشكل ده وبسرعة الساروخ او الفلاتر اه الشفاطات شايفة تحفى ازاي قبل ما نقول عامل نقواصفة النهاردة ازاي لو انت اول مرة تشوفيني تخيل القناة وكايم المحتوى لو عجبك اعمل اشتراك فعل الجرس عالكل حتى نوصل لكل جديد اللي بدنا نبدأ ونشوف عاملنا وصفة النهاردة ازاي معايا نص كوباية من المسحوق بتاع الملابس حطيتها عليه معلقتين من الكاربوناتو معلقتين من ملح اللمون وهنا نزلت بمية سخنة بس طبعا شايفين حصل فوران جامد جدا فجبت هنا بقى حاجة كبيرة شوية علشان ان احنا نكمل بقية الوصفة بتاعتنا نزلت بمائية المكونات بالشكل دوت في الواحزة ديت بقى انا كنت هنا حطيت آآ آآ نص كوباية من الخل انا حطيتها دلوقتي ديت وحطيت آآ كوباية من المية السخنة وحطيت عصير لمونتين بس ما جوش هنا معناها في التصوير وحطينا المسحوق بتاع السابون السيل واهم حاجة عندنا بقى في المكونات بتاعتنا معلقتين من آآ البطاس او آآ الصودة الكوية دي عاملة كاي زي كشور كده هوت للناس اللي مش عارفها هي بصوا دي بتزيل الدهون جبارة حقيقي في ازابة آآ الدهون وعلى فكرة بتدخل في جميع الوسائل التنظيف اللي احنا بنستخدمها اي حاجة مكونة اني بتشري من برا داخل في الصودة الكوية بس لانها لها كوافة عالة في ازابة الدهون وهي الاساس في ادوات في المنظفات يعني طبعا دلوقتي بقى هنمسك السيراميك بس زي ما انت شايفة كده بس على فكرة ضروري جدا وانتي بتحطي المكونات على بعضها تكوني نفسك بعيد شوية لان البطاس بيطلع ابخيرك كده هوت فضروري تكوني في مكان ما افتوح نفسك بعيدة عن عن المواد دية وضروري جدا لما هيك تستخدمي المواد دية بنلبس جلافز استحالة تستخدمي المكونات اللي احنا عملناها دي وانتي مش لابسك ضروري جدا لان البطاس او صودة كوية دي مادة كوية فضروري جدا الجلافز شيء اساسي ضروري اقولك عليه آآ بتمسك الحطة بتاعتك بالنسبة للسيراميك بنمسك الحطة بتاعتنا بندهنها كلها بالليفة كده هوت آآ بالمكونات دية بمشي على الحطة كلها واسيبها كده حوالي ربع ساعة بعد كده ارجع اخد الحطة من اولها تاني تلاقيها بكل سهولة الدهون دابت وبقت زي الفل وبتاخدش وقت خالص في في التنظيف اه بصي شايفة الدهون بتطلع معي بكل سهولة ازاي بالشكل ده كده الدهون بتطلع حقيقي وصفة جميلة جدا طبعا انتو عارفين بقى الايام ديت كله بقى بينظف بقى المطابخ وينظف بقى البيت والشفطات وكل حاجة عندك فيها دهون بتستخدم فيها الوصفة ديت بصي بكل سهولة كده هو الدهون بتطلع زي ما انت شايفة كده شايفة السيراميك بقى زي الفل ازاي بصي فقال وقت هتنجزي السيراميك بتاعك تعال اقول لك بقى بالنسبة للاماكن اللي هي العالية اللي في المطبخ بنجيب الفرشة بتاعت السجاد وبندهنها كده بالمادة اللي احنا المكونات اللي احنا لسه عاملينها وبندعج بها الحيطة وبعد كده بجيب فوتة بحطها عليها الفوتها دي بنبلها والنشف بيها والنظف كده المكان كده ما انت شايفها كده هوت بكل سهولة الاماكن اللي العالية ما بتطلعيش ما بتتعبيش نفسك هالس وكمان السلك بتاع الشبابيك الالموتال بصي بتحطي عليه برضو نفس المادة ديت ودي الفواصل بص زي الفل ازاي رهيبة جدا حقيقي تعالي بقى بالنسبة للشفاط بجيب كده حاجة كبيرة بحط فيها الشفاط وحط فيها من نفس المادة اللي احنا لسه عاملينها وبنزل عليها بالمية السخنة كده املي كده المكان دوت او الحاجة اللي انت حط فيها الشفاط بالمية السخنة لغاية ما تمريها كده هو خالص واستني عليها شوية هتلاقيها بقت زي الفل حقيقي بكل سهولة هتلاقي الشفاط بتاعك زي الفل كده بصي المية السخنة مع المكونات بتاعتنا بتخلي الدهون تدوب كده هوت بيبقى عاملة زي التراب نزل في المية وبصي بالنسبة هالي بقى ازاي? يلا لو انت لسه موجودة معي لغاية دلوقتي دوسي لايك وكده تكون خلصت وصفتنا النهاردة لو الوصفة عجبتك وحبت فيديو حبايبك واصحابك وقرايبك اعملي لايك وعملي شير للوصفة لو انتش مشتركة واو مرة تشوفيني اعمل اشتراك فعل الجرس على الكل شنوصلك كل جديد مانا الوصفة تعجبكم وتنفزوها وتقولي رأيكم في التعليقات وقلقوكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته